غير عابئين بمعاناة الشعب الليبي الطامح للخروج من عنق الزجاجة منذ أكثر من عقد من الزمن يتصابق ساسة الليبيون وذوء المصالح في البحث عن مبررات للفشل في إنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده الذي كان مقرراً له 24 ديسمبر عام 2021 من جنوب ليبيا وبالتحديد من جامعة سبهة جددت المستشارة الأممية بشأن ليبيا دعوتها إلى ضرورة التوصل لإطار زمني محدد نحو الانتخابات ودعت جميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية إلى التوصل لصيغة مناسبة وتحديد إطار زمني وخط سياسي واضح نحو الانتخابات وليامز أكدت أيضاً أن الشعب الليبي لم يعد يحتمل مزيداً من الممطلة والتسويف والتأخير والانتقال من مرحلة انتقالية إلى أخرى وذلك في ظل سعي أطراف متعددة إلى إقصاء المنافسين عبر إجراءات تبدو في نطاق سلطاته الرسمية لكنها خارج عن نطاق المصلحة العامة للشعب الليبي الراغب بتركيز الجهود على إجراء توثيق الحل السياسي القائم على الانتخابات كخيار ارتضاه الليبيون لأنفسهم من خلال إقبال كثيف على التسجيل للحصول على بطاقات الاقتراع للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وقدمت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون سياسية وبناء السلام روزماري دي كارلو إحاطة إلى أعضاء مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا أشارت فيها إلى الاستقطاب بين الفاعلين السياسيين وتزايد الخلافات فيما بينهم بخصوص جوانب الرئيسية للعملية الانتخابية التي تم تأجيلها رغم وصول المفاوضية الوطنية العوية للانتخابات إلى مرحلة متقدمة من الاستعدادات الفنية علما بأن المفاوضية أكدت وجود قصور في الإطار القانوني للانتخابات وتناقض في الأحكام القضائية بشأن الترشيحات فضلا عن المخاوف السياسية والأمنية التي ظهرت من خلال عدة هجمات نفذها تنظيم داعش الإرهابي في الفترة الأخيرة بما ينذر بمزيد من الفوضى وعدم الاستقرار